سؤال كثيراً ما يثار في الأندية العلمية وفي المحافل حول العطاء الذي قدمه بعض العلماء البخترعون المكتشفون هناك أناس جاءوا قدموا إلى البشرية عطاء كبير الشخص الذي اخترع الكهرباء أو اكتشف الكهرباء على الاحتلاف الواقع الكهرباء قد قدمت خدمة كبيرة إلى البشر الشخص الذي صنع السيارة الذي صنع الطائرة الذي صنع شبكات التواصل والأجهزة هذه الصناعات والتقنيات التي حققت وقدمت إنجازات كبيرة للبشر وخدمة كبيرة للبشر هؤلاء بعضهم أو الكثير منهم ليسوا على النهج الإلهي فكيف سيكون جزاؤهم عند الله عز وجل هذا عطاء مستمر ولكن لابد أن ننظر إلى الجزاء هذا السؤال كثيرا ما يثار في الأجواء وأنكم تتحدثون عن العطاء الإلهي وتحثون الناس على الالتزام بهذا العطاء الإلهي هؤلاء مقدموا خدمات جليلة وعطاءات كبيرة فما هو جزاؤهم؟ الإجابة عن هذا السؤال من وجوه الوجه الأول لابد أن نعرف طبعا كلامنا في غير المؤمن منهم المؤمن حسابه مع أهل الإيمان أما غير المؤمن منهم الذي أنجز وقدم كيف سيكون جزاؤه عند الله؟ هالجزاء لا محدود متنوع وشامل إلى انقطاع في الدنيا وفي الآخرة الوجه الأول أن هؤلاء وإن قدموا خدمات كبيرة لكنهم ما أرادوا بها وجه الله شنو اللي أرادوه؟ المقابل كل ما قدموه كان في مقابله جزاء بعضه جزاء مادي نالوه في الدنيا أعطوا الأموال أعطوا الأشياء اللي كانوا يطلبونها وبعضهم جزاؤه معنوي هذه الإشادة هذا الذكر لهم هذا الإحياء الإبقاء لهم في التاريخ البشري هذا جزاء الذي يقدم لوجه الله جزاؤه على الله والذي يقدم لوجه الناس لا لوجه الله جزاؤه على منه؟ جزاؤه على الناس والناس في الدنيا قابلوهم بما يستحقونه من جزاء حس في بعض الأحيان ربما أكو تقصير من قبل الناس في الجزاء لا يعطون من يستحق حق الكامل هذا تعليقه على تقصير الناس لا علاقة لله تبارك وتعالى فيه هذا أولا قبل ذلك هم طبعا لازم نعرف أن الروايات تشير إلى هذا المعنى مثلا في بعض الروايات الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن المؤمن ما يحصل الجزاء الكامل في الدنيا لا يحصل جزء من الجزاء الجزاء الأوفى وين في الآخرة هذا مقتضيات الإيمان هالشكل تقتضيه لأن الدنيا قاصرة عن الوفاء بما يقدمه الإنسان لله ما تقدر الدنيا تفي بالمعنويات وبالقيم المعنوية أما اللي يقدم عمل وغايته الفوائد المادية الماديات محدودة في الدنيا هم يعطاه وتنتهي المشكلة الوجه الثاني بعض هذه الخدمات التي قدمها المخترعون والعلماء فيها بعدان إيجابي وسلبي ليست جميع ما قدمه المخترعون كلها إيجابيات بعضها فيها إيجابيات وفيها سلبيات مثلا من باب المثال هاي شبكة التواصل الاجتماعي النيت اللي الآن هو السيد الحاكم على علاقات الناس وارتباطات الناس مع بعضها فيه الكثير من الإيجابيات والمنافذ وفيه الكثير من السلبيات والمساوب أليس كذلك؟ الآن من الذي يستولي على عقول البشر ويسخرهم للمآرب الشيطانية السياسية بأي طريق سابقا كان الإعلام جريدة ومجلة وإذاعة تأثيرات أكو ولكن بالقياس إلى تأثير الأنترنيت شنو؟ محدود الآن لا يمكن أن يدعي إنسان أنه لا نقول الكل بس نسبة كثيرة كبيرة من الناس لا يمكن لأحد أن يدعي أن قراره وفكرة وتوجهاته ومواقفه مستقلة أكثرها تكوين فكري وبناء فكر داخل كل إنسان عبر هذه الشباكات بحيث شيئا فشيئا الإنسان جاء يصير مسير وليس بمخير ظاهره منه واقعه لا الغير يصنع الفكر ويزرع في ذهنه ولبس بي وسوي لإشباع مو بس الكبير من الصغير إلى الكبير هذه مو سلبيات هذه سلبيات كبيرة وخطيرة إذن بعض هذه الاختراعات والصناعات والتقنيات ليست كلها إيجابيات فيها إيجابيات وفيها سلبيات الإيجابيات لها جزاؤها الحسن والسلبيات شنو من كان سببا في ضرر وإضرار يتحمل الوزر هذا لو ما يتحمل أم يتحمل الوزر ما له فهذا العطاء الذي يقدم إيجابياته تذهب في مقابل سلبياته الوجه الثالث الجزاء الإلهي يقاس بمنظورين لا بمنظورين واحد الأول المنظور اللطفي التفضلي أي أن الله عز وجل إذا يجازي العالم غير المؤمن والمخترع غير المؤمن تارة يجازيه من باب اللطف والإحسان إليه هذا الجزاء في مقابل الإحسان إذا صدق ودقق في هذه الكلمة إذا صدق على ما يقدمه المهندس المخترع أنه إحسان الله عز وجل يجازي الإحسان بالإحسان لكن هذا من باب اللطف والتفضل أمره موكول الإلما إلى الله عز وجل ولكن حينما نرجع إلى النصوص الشرعية نشوف أن بعض النصوص قيدت العطاء الإلهي بالإيمان العطاء الأخرى وهامو الدنيوي منها هذه الآية المباركة في سورة النساء يقول عز وجل ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن إذن لازم يقدم صالحات وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يغلمون نقيرا النقير يعني النقرة هذه الحفرة الصغيرة التي يمكن الطائر يسويها بمنقارة المنقار هم يسمون منقار لأنه ينقر به الطائر هي كالحفرة الصغيرة في ظهر النواة الذكر والأنثى إذا عمل صالحا وكان مؤمنا يدخل الجنة ولا يظلم نقيرا حتى بمقدار طفيف وبسيط جدا لا يسلب منه عطاء إذن إذا كان النظر إلى الجزاء بالمقياس اللطفي التفضلي الأمر موكول إلى الله والله عز وجل يقول العطاء الأخروي دخول الجنة رهين بالإيمان إذن إذا الله عز وجل يتفضل على المخترعين والمهندسين والعلماء وأمثالهم ويعطيهم في الدنيا يعطيهم الآخرة رهينة بالإيمان هذا القسم الأول القسم الثاني الجزاء العدلي أي أن الباري عز وجل يجازي من يعمل من الأعمال الصالحة بمقتضى الاستحقاق مو بمقتضى التفضل حينما نعرض القضية على العدل لا يوجد أحد من الناس يمكن أن يدعي أنه يستحق جزاء من الله أبدا كل ثواب الله وعطاء الله هو فضل منه إحسان منه استحقاق ما كون لماذا وبنسأل هذا المخترع الذي اخترع الكهرباء هو وجود منيان العقل النير اللي كان عنده منيان الإرادة والعزم على العمل وعلى الاختراع منيان هاي الإلهامات المتواصلة اللي تجي إلى العالم وهو يمارس عمله يعالج المشاكل تخطر في بال الأسرار بحيث يقدر أن يصل إلى النتيجة المطلوبة منيان منه الصح والسلام منيان توفيقات الوصول إلى النتائج وحلول المشكلات منيان إذا نتأمل نشوف لا مخترع ولا مهندس ولا صناعي ولا عبقري يرجع إلى نفسه في العطاء هو صاير مثله مثل المرآة اللي تعكس النور إذا سطع عليها بس الفضل للمرآة هو الفضل للنور العلماء والمخترعون والصناعيون المهندسون كل ما أكو من قدم للبشرية خدمة هذه الخدمة ليست منه من الله عز وجل بمقتضل عدل الإلهي ما يستحقون شيء الله عز وجل تفضلا وإكراما منه أعطاهم جزاء في الدنيا أما في الآخرة للمؤمنين خاص فبناء على هذا يتضحنا النهج الرباني اشقد فيه دقة وحكمة وأن الإنسان إذا أراد أن يكون ربانيا لابد أن يلتفت إلى هذه المقومات حتى يكون الجزاء الإلهي رباني أيضا والعطاء دائم ولا محدود ترجمة نانسي قنقر